السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا معايا الفيديو ده اللي هنشوف من خلاله مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لسه مشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويريد كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الادوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها وهنا معانا حامل او منظم تقدر ان انت تثبتيه على جدار الحمام وتنظم عليه المناديل او ادواتك زي الكريمات او الشامبوهات او العطور وهنا هنشوف مع بعض عندنا بسكت للغسيل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار او جنب الغسالة وطريقة تثبيته بتكون سهلة جدا تقدر ان انت تحط فيه كل الهدوم اللي بتبقى محتاجة تتغسل عندك وهنا هنشوف مع بعض عندنا رفة تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تنظم عليه الشامعات او المشابك بعد كده هنا معانا الجهاز اللي بيساعدك ان انت تعملي مختلف الاكلات على البخار زي ان انت تقدري من خلاله تسلق البيض او اي حاجة تانية انت عاوزها بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي تقدر ان انت تلمي بيها العجينة وتعجنيها بكل سهولة زي ما هو ظاهر دلوقتي كده قدامك من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا قطاعة او مبشرة للخضار او الفكهة وهي بيجي معاها ادامة مميزة جدا بعد كنك تمسكي بيها الخضار اللي بتقطعيه وتقدر ان انت تقطعيه من خلالها بكل سهولة وكمان بيجي متوفر معاها كذا شكل من اشكال التقطيع تقدر ان انت تبدلي الاشكال دي على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تقطعيها وغير كده كمان القطاعة دي بتحتوي على مصفة تقدر ان انت تقسلي وتصفي من خلالها الخضار اللي انت قطعتيه هنا بقى عندنا المأشرة اللي تقدر ان انت تقشر بيها مختلف انواع الفكهة او الخضار بطريقة بسيطة جدا وسهلة وهنا عندنا منظم للحمام تقدر ان انت تثبتيه على الجدار وتنظم عليه الشامبوهات او الكريمات وما تلاقيش الادوات دي بتبقى ثابتة جدا على الجدار وما بتتقسرش بالمية وهنا هنشوف عندنا منظم للمكسرات والحلويات بيجي على شكل وردة وزي ما انت شايفة كده تقدر ان انت تنظمي بيه كمية كويسة جدا من المكسرات او الشوكولاتة او الحلويات بعد كده هنشوف عندنا اداة تثبيت او منشر تقدر ان ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وتنشري عليه الشامعات او الهدوم زي ما احنا شايفين كده مع بعض من خلال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا جهاز لصنع التلج الجهاز ده يقدر ان هو ينتج لك التلج في 6 دقيقة بس كل اللي عليك انك تثبي فيه المية او العصير او اي حاجة عاوزة تحوليها التلج وبعد كده هو هيصنعها لك بنفسه بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا حامل او منظم صغير تقدر ان انت تثبتيه على حنفية المطبخ وتنظمي بيه لوازم وتنظيف المواعين زي الليفة او السلكة او تقدر تثبتيه على حنفية الدش في الحمام وتنظمي بيه الشامبو او الكريمات بعد كده تعالي شوفي معايا بقى منظم للموبايل طبعا المنظم ده بيساعدك ان انت تعرضي الموبايل كأنه شاشة تلفزيون وغير كده تقدر ان انت كمان تنظمي فيه المنازيل وتقدر ان ان انت تثبتيه عندك على اي سطح مكتب بعد كده هنشوف مع بعض عندنا العلب الصغيرة دي طبعا هي عبارة عن علب للتنظيم تقدر ان انت تستخدميها في تنظيم مختلف الحاجات اللي بتبقى موجودة عندك زي التوابل او البوكاليات وهنا هنشوف مع بعض عندنا جهاز التسخين وهو يعتبر مكتبي يعني تقدر ان انت تستخدميه في الشغل او على المكتب وقت الدراسة بحيث ان المشروبات بتاعتك تفضل سخنة وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم لمختلف انواع واشكال الديكورات اللي بتبقى موجودة عندك في البيت وطبعا بيكون فيه منه كذا تصميم وكذا لون بعد كده هنشوف مع بعض عندنا سلة تقدر ان انت تثبتيها عندك بكل سهولة على اي درجة او على دلاب المطبخ وترمي فيها اي بواية اكلة او اي حاجة تانية انت عاوزيها وهنا هنشوف مع بعض عندنا رف تقدر ان انت تثبتيها على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تنظم عليه الشمعات قبل ما شابك بعد كده هنا هنشوف عندنا مجموعة من الاشريطة اللي بتيجي بألوان مختلفة تقدر ان انت تنظمي وتلمي بيها مختلف اسلاك الاجهزة واسلاك الكهرباء اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مكوى للبخار حجمها بيكون صغير ومناسب جدا للسفر يعني لو انت مسافرة تقدر ان انت تخطيها معاك في الشنطة مش بتاخد معاك مكان خالص جوه الشنطة وهنا بقى تعالي شوفي معايا عندنا ادالة تنظيف طريقة تصميمها عملية جدا تقدر ان انت تثبتي عليها مختلف انواع المناديل واللي تقدر من خلالها تنظفي مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي ما انت شايفة معايا كده من خلال الفيديو بعد كده معانا الطبق ده وهو بيكون مصنوع من البلاستيك وهو بيكون خاص بالمساج تقدر ان انت يتضفي له اي مواد بتفضلي ان انت تضفيها وطبعا استخدامه سهل جدا وبعد كده تقدر ان انت تقفليه وتخطيه عندك في اي مكان وهو حجمه بيكون صغير مش بياخد عندك اي مساحة في البيت هنا هنشوف مع بعضا عندنا اختراع جميل جدا بيساعدك ان انت تستخدمي كل مواد التنظيف اللي عندك بكل سهولة زي ما احنا شايفين كده هنا تقدر ان انت تستخدمي سائل تنظيف المواعين بطريقة سهلة وبسيطة زي ما هو ظاهر قدامك كده دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعضا عندنا مجموعة من منظمات البوكاليات وهي بتيجي باحجام مختلفة تقدر ان انت تنظمي بيها الرز او السكر او الدقيق او مختلف انواع المكارونات او تقدر تنظمي بيها المكسرات او طبعا مختلف انواع الاطعمة اللي انت بتفضليها تقدر ان انت تنظميها في المنظمات دي وطبعا تقدر ان انت تستخدمي المنظمات دي في التلاجة او برا التلاجة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مقعد تقدر ان انت تثبتيه عندك على كرسي الحمام والمقعد ده بيكون خاص بستيدات وخصوصا الحوامل وهنا هنشوف مع بعض عندنا اداة تقدر ان انت من خلالها تسني مختلف احجام استكاكين اول ما اص وفي نفس الوقت تقدر ان انت من خلال الاداة دي تفتحي مختلف الازايز بكل سهولة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا القطاعة اللي تقدر ان انت تثبتيها على الرخامة وتقطيع عليها كل الخضار او كل اللحوم او الصلطة او اي حاجة انت عاوزاها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الشماعة اللي بتيجي متثبت عليها مجموعة من المشابك استغيرة تقدر ان انت تنشر عليها الشربات او الملابس الداخلية دلوقتي هنشوف مع بعض عندنا اداة تقدر ان انت تثبتيها على مختلف العبوات وهي بتساعدك ان انت تستخدمي كل العبوات دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا وطبعا زي ما انت شايفة كده معايا الاداة دي بتشتغل بالاشعار هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تتحكمي بالحجم بتاعه بحيث ان هو يتناسب مع حجم حود المطبخ عندك وبعد كده تقدر ان انت تنظمي بيه ادوات تنظيف المواعين زي الليفة والسلكة او فوتوة المطبخ وهي انها هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكتع الصغيرة اللي تقدر ان انت تثبتيها على الشماعات وتثبت عليها اكتر من شماعة زي ما هو ظاهر دلوقتي قدامك من خلال الفيديو ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعارضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعارضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة ثلاث طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدايا تنكدها اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متواجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دولت ثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انه يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بتضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في اقرب وقت اسيبكم في رعاية اللي